اشتركوا في القناة حكيت تيشام هذا هلأ موسم لموضوع النتائج للشهادات وهذا الموضوع كتير حساس خاصة لما أنا بدي اتصل بالبداية اسأل عن حدا نجاح أو رسب بشعور بالإحراج في حال كانت نتيجته لا سمح الله رسوب أو ما جمع عدد معين العلامات فهذا الشي بيخليني دايما بحالة من الحيطة والحذر كان عندك حدا شهادة هاي السنة؟ لا أبدا ولا حدا بتعرفوا ما سألت عن حدث لا سألت أكيد سألت خبرنا كيف سألت لما تصلت هيك تسأل عنه أول شي أنا بهني كل الناجحين النجاح هو هدف وهدف سامي وهدف ينشده الجميع بهني سوريا بهذه الظروف على هالنتائج اللي كانت رائعة طبعا مثل ما قالنا الهدف طالما أنه نجاح فهو يحتاج إلى سعي يحتاج إلى عمل وجهد لا بد منه بهذه الظروف أنا أرى جميع الناجحين أنهم مناضلين حقيقيين لتطوير هالبلد والمساهمة في بناء مستقبله طبعا صدور النتائج كلاتنا فرحنا كتير في عدد لا بأس فيه من الناس اللي جابوا العلامات الكاملة وهذا دليل اجتهاد دليل عمل ومسابرة من قبل جميع إن كانوا الطلبة بأنفسهم أو أهاليهم أو الكادر الإداري والتعليمي والمشرف على العملية التعليمية طبعا كلاتنا عندنا ناس بيهمونا لازم نعرف شو نتائجهم لكن بشكل عام نحن من خلال العام الدراسي بيكون عندنا اطلاع أو أخبار عن الطلاب مستواهن اللي كان بالفترات السابقة مستوى اجتهادهم وبالتالي بيكون عندنا رؤية ولو أولية عن النتائج اللي ممكن تصدر لهؤلاء الطلاب طبعا ما فينا نحمل الطالب كل المسئولية ربما ظروف تلعب دور كتير كبير في ناس عندهم وضع اجتماعي وضع صحي وضع معين منعهم من أن يجيبوا العلامات اللي هني بيتمنوا يجيبوها طبعا لما بدنا نسأل ربما إذا في شخص نشك أنه قد يكون ناجح أو راسب لا نسأله بشكل مباشر أو نسأل أهله ربما نسأل حدا مشترك بيننا وبينه يعني بتكون الوقع يعني أهدى شوي ما بسبب إحراج للأهل ولا للطالب نفسه أما الناجحون أولئك الناس اللي شفناهن كل الفرح موجود عندهم نتيجة نتائج اللي حققوها خلال هالمرحلة الموجودين نحن فيها حاليا نتمنى لهم كل الخير لتحقيق أهدافهم اللي هني بالدنيا اللي هني بيشوفوا أنه بيحققوا فيها نتائج عملية خلال فترة حياتهم القادمة طيب دكتور خبرك فارس أنه أنت أكيد اتصلت بحدا اليوم على التليفون وها الناتو حكينا عن تفاصيل أكتر طبعا لما بدي أحكي مع حدا أول شي بدي أختار وقت المناسب كتير مهم الوقت المناسب الناجح ناجح وهو الفرح لكن قد يكون هناك ظروف في البيت تمنع من الاتصال في وقت متأخر هلأ وسائل تواصل أخرى ممكن تتصل بشكل شخصي عن طريق مسج عن طريق واتس أو أي وسيلة أخرى أما الاتصال الهاتفي فأنا برأي ما نمحبز إلا إذا كنت متأكدة من النتيجة الإيجابية اللي هني بيطمحوا لها مهم كتير أتأكد من هذا الموضوع لكي لا تسبب إحراج لحالي وللآخر النتيجة اللي هو بيطمح لها لأنه ببعض الأحيان حتى الناجح ما بيكون رضيان عن النتيجة بيكون بضوطوب مثلا قولا سيد الفاضل ثقافة النتيجة أنا برأي أن النجاح هو هدف طالما حقق هذا النجاح فيأخذ الشق الإيجابي كلمة نجاح بعدين تحقيق الأهداف قد يكون الهدف الذي رسمه هو بالبداية ليس بالضروري أن ينجح به تماما قد يكون من التأثير قد يكون لأرضاء الأهل قد يكون لأرضاء أي حدا تاني لكن أنا شفت ناس كتير نجحوا بعلامات كتير عالية واني حابين فرع معين بالجامعة أو مهنة معينة يعني تعليم مهني تعليم مهني مهني وهذا الشيء اللي دايما منشجع عليه أنه يلحق رغبته وما يلحق المجتمع إذا كانت الرغبة مدروسة بشكل سليم إذا لم تكن مدروسة بشكل سليم فهو يلجأ إلى ناس طبعا أهله بدرجة أولى محبينه أقرباءه الناس القدوي ما تكون القصة مقارنة أنه فلان تصار كذا لازم أنا أصير مثله أو قال لي فرضوا علي أو شيء للأسف هذا موجود صحيح موجود وبكثرة إذا حدا اليوم عم نشوف كتير استاذ بيظل ضعف خدمة الإنترنت حدا ممكن يستعين بحدا لينشوف له النتيجة يعني أنا ممكن أتصل بشام إلا شوفيني نتيجة أخي الصغير على سبيل المثلات شافت شام النتيجة وطلع رأسه هون كمان في إنتيكيت بإيصال هذه المعلومة قولا واحدا هلأ بشكل عام حتى بالعرف الاجتماعي إذا كان نتيجة سلبية ممكن نوجه رسالي أنه لم أستطع أن أعرف النتيجة أنا مبتلق لم أستطع أو ربما أغلق موبايلي لفترة معينة تليفوني أو شيء من هذا القبيل أنه لسه مقدرت أو شيء تنشر خبر السيء يكون أنا المبادر إلا نشره خل نتيجة تطلع بشكل رسمي ما نحمل حدا مسئولية الانطباع الأول عن النتيجة الغير صحيح اللي نحنا بنحب سيمكن فارس استعز في دورة تكميلية فممكن أنا أجي ودق لك وقال لك أنه ممكن في دورة تكميلية ممكن يكمل في أمال حولا واحدا التشجيع طبعا إذا كانش طالب ناجح قد تكون العلامات ما عنده رضا كامل بعلاماته أكيد نحنا بنشجعه أهم شيء بالمباركة أنه نحنا نشجع الطالب نشجع الطالب على ما نحمل الظروف ما نحملها لكن نقول له أنت قادر أنت قادر نعطيه دفع إلى الأمام ما نعمل له أحباط لو أنك درست أكتر لو أنك عملت كذا لو 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 سمعت كلامنا كانت نتيجتك أفضل هذا الموضوع انتهى فالسلبيات اللي كانت بالماضي لازم نعمل لها دليت نمسحها تماما نعطيه دائما الدفع ودائما الفكر الإيجابي والتحفيز على أنه أنت قادر ولو لم تحقق الهدف اللي أنت بدك إياه قد يكون الهدف الآخر اللي مرسوم أنه تتحققه ممكن تنجح فيه أكتر صحيح عندك استكشار بالرغبة الثانية حققوا نتائج مدرية أكتر من الرغبة الأولى وبالتالي مثل ما قلنا قد يكون تأثير الآخر قد يكون رغبته بالإعادة أو إعادة مواد أو دولة تكميل لأرضاء رغبات الآخرين وليس بضرور أن تكون رغبته هل لا يحقق الرغبة أنا مع تحقيق الرغبة رغبتها هو رغبة أهله لكن بالنتيجة أن يكون الخيار أمامه مفتوح لأنه يكون عنده كم من العلامات رائعة ويختار الفرع الذي يريد وبالتالي أمامها مشتحري أنا اخترت ولست مرغما على هذا الاختيار هذا أيضا جزء من النجاح تمام نروح للتهنئة كثير من الأشخاص ممكن يتصلوا على الهاتف يبدوا بتهنئة الأهل الشخص اللي يدرس الطالب بالبعض ممكن يهنق المدرس خلينا نحكي بالألتكيت هون شو بيقول كيف لازم تكون الأولوية وكيف لازم تكون التهنئة طبعا حسب الشخص اللي بدوا يقدم التهنئة إذا كانوا أهل عندهم أبناء أو ما عندهم أبناء أو أقرباء أو شي من هذا القبيل قد يتصلون في البنزل بالتليفون العادي أي حدا بيرد ممكن يسألوه ممكن يهنو لكن من المهم الند إذا كان رجل ممكن يحكي مع رجل إذا كانت ست يحكي مع ست إذا كان طالب أو زميل يحكي مع الشخص اللي هو المستهدف دائما وأبدا بنأكد موضوع النجاح على موضوع المفاجأة جميل جدا أنه أنا أدم أكون أول شخص مهنئ لكن اختيار عبارات التهنئة أهم جدا أنا كتير فرحت لك أنت رائع أنت سهرت ونلت وحققت الهدف لكن نرى فيك في الدورات القادمة أو بنا نقول الدورات في المستويات العلمية القادمة أو الاختيارات القادمة من مراحل التعليم أن يكون نجاحك أفضل لأنه حيكون اختيارك تخصصي مهني أنت اخترته وبالتالي نجاحك حيكون أفضل نرى فيك شخصية في المستقبل قد تكون بارزة ناجحة تحقق جميع الطموحات اللي أنت بترغب لها قد تكون دفيني ما قدرت تتحققها بالسن اللي أنت فيه من سن 18 وما دون لكن بفترة ندوج نحن واسقين أنه حتتحقق كل الأمان كل الأهداف اللي أنت بتمانية وبدك تساهم أكيد ببناء آخرين بطريقة إيجابية وتعطي الدافع الإيجابي لأشخاص تكون قدوية لألون طيب أستاذ نحن حكينا عن الحكي اللي ممكن نقول له للناجح عن الدعم اللي نحن نقدم له أكتر عبر التليفون أو حتى بشكل شخصي نعم وإذا رجعنا نحن شفناه بشكل شخصي وكان هذا الشخص مقرب مننا فأكيد نحن لازم نجيب شيء بإيدينا حتى نروح صحيح فشو أكتر الشيء المتعارف عليه ممكن ينجاب بهيك مناسبات طبعا الهدية هي رمز لعلاقة اجتماعية العلاقة الاجتماعية هي الهدف الدرجة الأولى من أجل التواصل المستمر المحبي المستمر العلاق استمرار العلاقة وترسيخها مهمة كثير خاصة في هذا العمر هي تحفيز بالدرجة الأولى ما بدنا نقول واجب أو إلزام لكن أنا أقتنع أنه لازم أخذ هدية معي الهدية هاي لازم تساهم بتنمية مهارات واهتمامات هذا الشخص أو الطالب الناجح ما بدي أنا أخذ هدية مو كثير مهمة بالنسبة لأهل لكن مهمة كثير تكون الهدية تساهم بشكل إيجابي بتطوير قدراته ما بدي أخذ أنا شيء لا يعنيه كثيرا لا يهتم به كثيرا أنا من خلال علاقتي ممكن شوف اهتماماته جبله شيء يدمي هذه الاهتمامات والمهارات اللي عنده بقدم لهها قد لا تكون غالية السمن قد تكون رخصة السمن لكن مهمي جدا بالنسبة لأله نحن كأسر أو بالعلاقة الاجتماعي إذا كأن كنا أهل وأصدقاء ما بدنا نقول أصدقاء أهل من أهل البيت أقرباء المقربين أصدقاء ممكن تكون الهدية مادية ممكن أقدم له منحة علمية ممكن أقدم له أي شيء يساهم بشكل إيجابي مثل ما قلنا بنجاحه المستقبلي بشكل أفضل وتحفيزه أكتر وتكون أداة من أدوات النجاح الأساسية ممكن تكون مادية إذا كان الشخص وضعه المادي لا يسمح كثيرا أنه يعني خليه ولو مصاري خليه يختار الهدية أي نقطة بدي أسألك عنها أستاذ اليوم للأسف هذا الموضوع ما عندنا كير ثقافته خاصة ببعض البيئات أو بعض القرى للأسف لهلأ مثلا ممكن نجيبه غرض للبيت إذا كان الطالب ناجح ممكن نجيبه غرض للأهل هون بدي أسألك على موضوع الإعانة المادية هي كتير ضروري كون الطالب في قدامه تسجيل الجامعة وهي التكريف وعناء السفر ببعض الأحيان هي ضمن الالتكيت لأنه أنا قدم له مبلغ مادي أكيد إذا كان من الأقارب إذا كان من الأقارب المقربين من الأسرة أو الأقارب الأساسيين الأصدقاء لا يفضل هذا الموضوع على الإطلاق من المفروض جيب له هدية هالهدية لفت الطريقة صحيحة مع كرت تهنيئة اختار العبارات التحفيزية المشجعة دائما التي تبعث على السعادة والسرود الدائم لدى هذا الطالب الناجح مهم كثير أنه ما نشعره أنه نحن ملزمين أو مرغمين نجيب هذه الهدية أبدا بالعكس نحن جيبنا هذه الهدية ولا ننتظر رد مهم كثير أنه ما ننتظر رد مثل ما قلنا يلعب بالوضع المادي للطالب الناجح أو لأسرة الطالب الناجح دور كبير بهذا الخصوص إذا مثل ما قلنا الطاقة الاجتماعية أو الأسروية التي تربط الطرفين كثير قريبة ما فيها الحواجز الرسمية كثير ممكن نقدم هذا المبلغ المادي ومهم أن نقدم هذا المبلغ المادي لأنه في آخرين قد يكونوا بخرج أسرها ممكن يجيبوا هدايا قد تكون أكثر من هدي مكررة أكثر من مرة وبالتالي لا تقديم المبلغ المادي مهم ولا يمنع من تقديم هدي ولو بسيطة صغيرة تكون تذكار لأله بمناسبة النجاح مهم كثير هذا الموضوع أما ثقافة دفع المال أو شي من هذا القبيل نحن بثقافتنا ما أنا موجودة ممكن بتفسير الآخر لهذا الموضوع قد يكون شو مفكرني أنا بحاجته ماديا مثلا بتعرف ردود الأفعال خاصة إذا كان عنده ثقافة أنه أنا فقير بجزء ما يقبل كتير شو مفكر أنه عم يشترينا بهدايا أو بدي فكر بطريقة الرد أنا مقادر رد بنفس المستوى اللي هو جاب لي الهدي فيه طيب أستاذ في حال أنه نحنا صار في رسوب من المقربين واللي بيعزوا علينا نحنا كيف ممكن ندعمه كيف ممكن نحنا بقية طريقة ممكن نحاكي ونخفف عنه رغم أنه هو ممكن ما يسمع أبدا يكون في صدمة خصوصا إذا حدا بالعيلة نجاح وهو رسوب قولا واحدا طبعا أهم شيء ما نعمل مقارنة أنه ليف وفلان نجاح نحكي له عن نجاحات الآخرين وهو عم يسمع كثير مهمة في الأيام القادمة ساتو عمرك صغير ربما إذا نجحت بلفل معين لا يسمح لك بدخول الفرع أو اللي بدك إياه بالجامعة فلا الإعادة فيها إفادة كثير ممكن تضاعف جهدك وأنت قادر أهم شيء أعطيه المعنويات الصحيحة ما بدي أعطيه المعنويات كله بي أيضا هو بيعرف مقدرته طبعا العلمي والفكري والتنظيم الوقت لا بدنا نساعد جميعا نرى فيك شخص مستقبل نرى فيك الشخص القادم المبارك القادمي هتكون مضاعفي الهدية مضاعفة نحن كثير فرحانين بوجودك صحتك بالدني مثل ما بيقولوا صحتك منيحة أمورك جيدة وإن شاء الله الظروف ستتغير ستساعد كلنا بتغير الظروف ستنجح أكيد نرى فيك إذا ما نجحت بالموضوع العلمي ستنجح بالموضوع المهني ستنجح أنت حققت نجاحات بتحدثنه عن النجاحات اللي حققها خلال فترة مساعدة الأهل العمل خارج أوقات التراسي تحاول تورجيل نقاط الإيجابية اللي حواليها دولي على كل شيء إيجابي عنده ما عمله هذا الأحباط ومثل ما قالنا أهم شيء ممكن يعمل له ضغط نفسي هو المقارنة مقارنة مع الآخرين صحيح جاب أكتر منك هذا النجاح لأنتي منجحت هذا الظروف كذا حال كتير شائعة للأسف حال كتير شائعة لأي حدا ممكن يتعرض فينا لظرف من هذه الظروف قد يكون الطالب برسب نتيجة تأخير أنا ما ببرر هل هو بيعرف شو الظروف اللي منعته من تحقيق اللي هدف اللي هو يبدو ياه إذا شعر بالتقصير ما نخلي يشعر بالندم وإنما منقله أنت لم تنجح لكن لم تفشل لأن أمامك خيارات أمامك مستقبل أمامك أيام لكن يجب أن تنتبه وتضع الهدف أمامك هذه الفرصة فرصة رائعة وقادمة الظروف القادمة أفضل إن شاء الله ما في دايما أحلى من الكلمة الحلوية شو ما كان الظروف نشكر كثير على وجودك معنا أستاذ الله يعطيك ألف عفية وشكرا على المعلومات ونصايح القيمة اللي قدمت لنا شكرا لحضراتك أنا بتشارف بالقناة ويعطيك ألف عفية شكرا لحضراتك